برأيكم شن اللي يخلي السيارة ترقص وتلغلغ بدون ما تسمعه غاني كي تلكام شفت واللي آلية عملية كالتالي عندك محرك بيسطوانة يدخل لها خليط احتراك ويحترك بيها ويطلع من عده الي بارة زين شلون تدخل وتخرج كل هاي المواد للاستوانة شوف عمو اكو شي اسمه صمام او ولف هذا يفتح يدخل خليط احتراك يرجع ينسد واكو صمام ثاني يفتح ورا ما يتم الاحتراك حتى يطلع الدخان اللي نيتج عن الاحتراك لبرا زين منه يفتح ويسد هذين الصمامات هكيت مخوك الزغير اكو شغلة اسمه الكام شفت هذا هو اللي يتحكمه بفتح وغلق الصمامات ويكون عبارة عن عمود وبيشكل متكرر شبه بيضوي واللي يسمونه كامه هيها المسؤول الرئيسي عن فتح وغلق الصمامات وهذا الكام شفت ياخذ الحركة مالتيق من الكرنك ويكون مربوط به عن طريق قايش وهذا الكام شفت يكون مصمم ومرتب حسب قياسات ومعايير دقيقة تخليه يفتح من يكون المحرك محتاج يدخل خليط احتراك وينسد حتى يصير ضغط واحتراك والصمام الثاني يفتح حتى يطلع الدخان مال الاحتراك طبعا لا تستغرب اذا شفيت اربع صمامات على كل سلندر هذا ان يكون اثنين منه للإدخال او الانتيك واثنين للاخراج او للإكزوست شو مع التزويد؟ تعالي امي شوف حظ هاي الكامه يكون بها مقاسات يعني كل ما تطول راح تفتح الصمام اكثر وكل ما تعرض راح تفتح الصمام لمدة اطول يعني الطول مال الكامه مسؤول عن مقدار او كمية فتح الصمام والعرض مال الكامه مسؤول عن وقت او تأخير فتح الصمام وهاي السيارة اللي تلغلغ السمعتها قبل شوية اكيد من اكون عليها كام شيفت مقاس مليون